الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا تثير عاصفة من ردود الأفعال بين مرحب يرها خطوة أولى نحو توحيد الحكومتين ومعترض يطعن في قانونيتها ويحذر من عواقبها على الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطن بداية من المجلس الأعلى للدولة الذي أعلن رئيسه محمد تكالة رفضه قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب واصفا إياه بغير القانوني إذ يتجاوز الإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري كما توعد بطعن العديد من الجهات بقانونية هذه الميزانية أمام القضاء فور مراسلته رئاسة مجلس النواب برفضها أكد تكالة أن رفض الأعلى للدولة لقانون الميزانية سيجعلها غير قانونية وأن المصرف المركزي سيكون ملزما باتباع الإجراءات القانونية كما كشف عن إقالة مجلس النواب اللجنة المالية البرلمانية بالكامل بعد اعتراض أعضاء الأعلى للدولة على مشروع القانون من جانبه أبدأ نائب عبد السلام نصي استغرابه من موقف المحافظ الصديق الكبير الذي أكد للنواب قدرة المركزي على صرف الميزانية الجديدة رغم فرضه رسوما على النقد الأجنبي وحديثه عن الإنفاق الموازي في تقاريره التي أرسلها لمجلس النواب سابقا مشيرا إلى خلل بسياسة المصرف المركزي ومحافظه الذي لطالما انتقد حجم الإنفاق الكبير رئيس اللجنة المالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش قال إن إقرار ميزانية موحدة يدعم جهود المصرف المركزي للوصول إلى مرحلة تتجاوز 70% من توحيد السياسات المالية والنقدية مشيرا إلى أن هذه الميزانية ستكون توطئة لاختيار حكومة موحدة واستكمالا لتوحيد المؤسسات كما أفاد تنتوش باستمرار العمل بالضريبة المفروضة على النقد الأجنبي إلا أن تصريحات تنتوش بشأن الحكومة الموحدة يقابلها ما صرح به عضو مجلس النواب عيسى العريبي الذي قال في تصريحات للأحرار إن مصاريف باب التنمية التي وردت في الميزانية تم توزيعها بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من النواب معتبرا أن إقرار الميزانية الموحدة كان أمرا ضروريا بعد تعثر تشكيل حكومة واحدة ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من التجاذب بشأن قانونية إقرار الميزانية وقدرة المصرف المركزي على صرفها في حال الطعن فيها أمام القضاء مع تساؤلات عن الدوافع الحقيقية وراء حجمها الكبير بين توحيد المؤسسات وعلى رأسها الحكومة أو سد العجز أو الدين العام الناجم عن الإنفاق الموازي ترجمة نانسي قنقر